سؤال السابع إذن سرعة السيارة معروفة مئة مت على الثانية ونص القطو يساوي أربعمائة متر والطريق بطبع ما فيش عوجاج إذن مسطح إذن هذه قيمة ميو أس والمسألة هنا هي هل هناك انزلاق جانبي للسيارة إذن يمين يسار أم لا The track has both an inner and an outer wall إذن جدار داخلي إذن بالنسبة للدوران وجدار خارجي إذن مطلوب ما هي المعلومة الصحيحة أو ما هي الجملة الصحيحة من بين الخمس جمل المقترحة إذن السرعة نصف القطر قيمة ميو أس السيارة هذه إذن السرعة نعتبر أن السرعة داخلة أو تخترق الورقة من الخارج إلى الداخل إذن هذا يعتبر مؤخرة سهم السرعة وفي هذا الحال هذه السيارة تحت تأثير الوزن ورد الفعل بطبع رد الفعل أن يساوي أم جي تماماً وتحت تأثير إذن القوة المركزية فأر لتساوي أم في تربيع على أر وقوة الاحتكاك الثابت أف أس إذن إذا كانت أف أر أكبر من أف أس هناك انزلاق والعكس إذن نحاول أن نقارن قيمة أف أر بالنسبة لقيمة أف أس ولهذا الهدف هذا لسنا مجبرين على حساب على القيم بحساب عدد لأف أر و أف أس فقط يكفينا أن نقوم بعملية نسبة ما بين الاثنين إذن أف أر هي عبارة عن مجموعة القوى الخارجية وهي القوى المركزية إذن تساوي أم في تربيع على أر وأف أس هي عبارة عن ميو أس مضروب أن إذن تساوي ميو أس أم جي إذن المسبة أف على أف أس تساوي إذن هذا الكمية إذن تكتب بدلالة في تربيع تقسيم أر وواحد تقسيم يو أس على جي إذن إذا كانت إذا كانت هذه النسبة أكبر من واحد معناه أف أكبر من أف أس إذن فيه انزلاق إذا قمنا بالتقييم العددي بالقيم المعطات إذن نتحصل على قيمة 2.3 إذن هنا في هذا الحالة هذه القوى أف أكبر من أف أس وبتالي هذه هي النتيجة الصحيحة وبتالي الجواب الآن بطبع فيما يخص الجمل المتبقية ممكن أن نحللها مثلا في السي كيس إذا زدنا قيمة السرعة نلاحظ من المعادلة رقم واحد أن القيمة F سوف تزيد وهذا سوف يؤدي إلى نفس النتيجة إذن still F is bigger than Fs وفي كل الحالات كل الحالات D و E إذن D هي عبارة عن تنقيص في قيمة R والE case وعبارة عن تنقيص في قيمة ميو أس وكل الاختيارين هذو يؤدون إذن تبعا للمعادلة واحد يؤدون إلى نفس النتيجة وهي زيادة قيمة F وبتالي كل الحالات الثلاث هذه تؤدي إلى نفس النتيجة وبطبع ما يتبقى هو الحالة B The car will stay in the center of the track بطبع هذا غير ممكن ترجمة نانسي قنقر